اشتركوا في القناة الروائح الحركات كل ما سبق الاجابة الصحيحة كل ما سبق تغني الحيتان الحدباء صيفا من اجل موسم التزاوج التغذية الحرب كل ما سبق الاجابة الصحيحة التغذية ينام الخفاش بوضع مقلوب معتدل الجلوس مائل الاجابة الصحيحة مقلوب من المشكلات التي تؤثر على بقاء الكائنات الحية الانخفاض الشديد لدرجة الحرارة نظرة المياه نظرة الغذاء جميع ما سبق الاجابة الصحيحة جميع ما سبق تتكيف الخفافيش عن طريق تحديد الموقع بالسمع بالصدى بالشم بالحرارة الاجابة الصحيحة بالصدى تنشط الخفافيش نهاراً نهاراً صباحاً عصراً ليلاً الاجابة الصحيحة ليلاً من طرق تواصل الإنسان الكتابة الهاتف الموسيقى كل ما سبق الاجابة الصحيحة كل ما سبق تغني الحيتان الحدباء شتاءً من أجل موسم التزاوج التغذية الحرب كل ما سبق الاجابة الصحيحة التزاوج تحافظ سحال الصحراء على برودة جسمها عن طريق نقط في الأوقات شديدة الحرارة الظل الجري التخفي النوم الاجابة الصحيحة الظل الخصائص التي تمكن الكائن الحي من البقاء والتقاصر يطلق عليها التوازن الانقراض طرق التكيف التماسل الاجابة الصحيحة طرق التكيف لا تتجمد أقدام البطاريق بسبب طريقة انتقال الدم داخل الأوعية الدموية الفراء التي تغطي جسمها الاجابة الصحيحة طريقة انتقال الدم داخل الأوعية الدموية أي الطرق التالية تساعد الحيوانات في التغلب على انخفاض درجة الحرارة؟ يغطي جسمها القشور يغطي جسمها فراء سميكة الاجابة الصحيحة يغطي جسمها فراء سميكة أي المشكلات التالية تواجه الحيوانات التي تعيش في البيئات الباردة؟ الارتفاع الشديد في درجات الحرارة الانخفاض الشديد في درجات الحرارة الاجابة الصحيحة الانخفاض الشديد في درجات الحرارة تصدر الخنافسة المضيئة ضوءا من أجل جذب الجنس الآخر التحذير من الحيوانات المفترسة التواصل مع بعضها كل ما سبق الاجابة الصحيحة كل ما سبق اخترع نقاط نوعا من الورق باستخدام أشجار التوت والخيزران البابليون المصريون القدماء شعوب الماية الصينيون القدماء الاجابة الصحيحة الصينيون القدماء يعيش طائر البطريق في السحراء غابات السافنة القرى القطبية الجنوبية الأنهار الاجابة الصحيحة القرى القطبية الجنوبية من أحد أسباب تكيف الكائنات الحية على مرور الزمن المناخ حرائق الغابات الزلازل التلوص التلوص الإجابة الصحيحة المناخ تظل أقدام البطريق دافئة بسبب حمل الأوعية الدموية الدم البارد من الأقدام وقوفه على الصخور القدمين بهما يريش كسيف ولا ألف وجيم معاً الإجابة الصحيحة حمل الأوعية الدموية الدم البارد من الأقدام من طرق تكيف الدب مع النظام البيئي الفرو الكسيف اختلاف اللون كبر حجم الأزنين ولا ألف وباء معاً الإجابة الصحيحة ألف وباء معاً يعني الإجابة الفرو الكسيف واختلاف اللون من الحيوانات التي لها القدرة على التخفي فيها الصحراء عناق الأرض ثعلب الفنك سحلية الصحراء كل ما سبق الإجابة الصحيحة كل ما سبق من أنواع طرق التكيف تركيبي جماعي سلوكي ألف وجيم معاً الإجابة الصحيحة ألف وجيم معاً يعني أنواع التكيف تركيبي وسلوكي تعتمد بعض الحيوانات على حسة سمع قوية جداً للتواصل فيما بينها مثل السقر الدولفن الفهد الأسمات الإجابة الصحيحة الدولفن الخنافس المضيئة قادرة على إصدار الضوء بسبب تفاعل كيميائي داخل جسمها الوقوف على مصابيح مضيئة تعكس ضوء الشمس كل ما سبق الإجابة الصحيحة تفاعل كيميائي داخل جسمها التكيف التركيبي هو تغير يحدث داخل الجسم خارج الجسم في سلوك الكائن الحي كل ما سبق الإجابة الصحيحة داخل الجسم التكيف نقط هو التغير الذي يطرق على سلوك أو تصرف مجموعة من الحيوانات التركيبي الفيزيائي السلوكي الكيميائي الإجابة الصحيحة السلوكي يعيد ثعلب الفنك فيه مناخ صحراوي ممطر صحراوي جاف صحراء الطندرة كل ما سبق الإجابة الصحيحة صحراوي جاف يعيش الثعلب القطبي فيه الصحراء الجافة غابات السافانة صحراء الطندرة غابات الأمازون الإجابة الصحيحة صحراء الطندرة تتغزى الخفافيش على الأعشاب والنباتات الحشرات والبعوض الأسماك واللحوم كل ما سبق الإجابة الصحيحة الحشرات والبعوض يتحول فراء نقط الأبيض في الشتاء إلى اللون البني في الصيف اليربوع المصري السعلب القطبي القطة البري الكلب الكلب الإجابة الصحيحة الثعلب القطبي من طرق تكيف الثعلب القطبي للتغلب على البرودة الشديدة العيش فيه الأماكن المفتوحة الجحور الشواطئ الجليد الإجابة الصحيحة الجحور معظم القروج تعيش فيه المياه العزبة المياه المالحة البرك والمستنقعات البحيرات الإجابة الصحيحة المياه المالحة من خلال دراستك لخصائص الحيوانات الليلية اختر الإجابة الصحيحة حضقت أعين هذه الحيوانات مؤت في الإضاءة القوية تتسع تضيق لا تتأثر جميع ما سبق الإجابة الصحيحة تضيق تنشط هذه الحيوانات مؤت للبحث عن الطعام ليلا نهارا صيفا شتاء الإجابة الصحيحة ليلا تحتوي أعين هذه الحيوانات على تركيب نؤط لا يوجد في أعين الإنسان الشبكية البصات الشفاف العدسة الحدقة الإجابة الصحيحة البصات الشفاف يعد التركيب الخاص في أعين هذه الحيوانات أحد التكيفات التركيبية السلوكية غير المهمة لا توجد إجابة صحيحة الإجابة الصحيحة التركيبية أعين هذه الحيوانات نؤط أعين الإنسان أصغر حجما أكبر حجما مثلا لا توجد إجابة صحيحة الإجابة الصحيحة أكبر حجما من أعين الإنسان من التكيفات السلوكية التباين اللوني الأسنان الحدة الاختباء في الرمال حاسة السمع القوية الإجابة الصحيحة الاختباء في الرمال حرباء النمر من زوات الدم البارد البر مائيات زوات الدم الحار زوات الأربع الإجابة الصحيحة زوات الدم البارد تلتسك حرباء النمر بفروع الأشجار عن طريق فمها جلدها أقدامها وزيلها ظهرها الإجابة الصحيحة أقدامها وزيلها من طرق تكيف حرباء النمر تعدد ألوان حرشي فيها وضع العينين نفخ جسمها بالهواء جميع ما سبق الإجابة الصحيحة جميع ما سبق تصدر الخنافس المضيئة ضوءا من أجل جذب الجنس الآخر التحذير من قدوم حيوانات مفترسة التواصل مع مجموعات أخرى جميع ما سبق الإجابة الصحيحة جميع ما سبق تنتمي الخنافس المضيئة إلى الحشرات الزواحف العنكبوتيات لا شيء مما سبق الإجابة الصحيحة الحشرات أقدام حرباء النمر تشبه حرف تي يو في زد الإجابة الصحيحة في كل مما يلي من التكيفات التركيبية ما عدا تغيير الألوان الألوان الزاهية حركة العينين في اتجاهات مختلفة الأقدام على شكل حرف في الإجابة الصحيحة حركة العينين في اتجاهات مختلفة من المشكلات الكبرى في غابات السافانة نقص الحرارة نقص المياه قصرة الحيوانات نقص الغذاء الإجابة الصحيحة نقص المياه من الأشجار العملاقة في غابات السافانة أشجار النخيل أشجار الأرض شجرة الصنط المظلي أشجار الكابوك الإجابة الصحيحة شجرة الصنط المظلي نقص يحمل الرسائل من المخ والحبل الشوكي إلى أجزاء الجسم المخ الحبل الشوكي الأعصاب أعضاء الحس الإجابة الصحيحة الأعصاب أي المواد التالية تعكسها الضوء بصورة أفضل ورق ألمونيوم حائط طوب مرآة طبعا حائط الطوب إجابة خاطئة يبقى ألف ما تنفعش نشوف الإجابة باء ملعقة معدنية جزع شجرة ورق ألمونيوم جزع الشجرة مادة معتمة لا يصلح مرآة ملعقة معدنية حائط طوب حائط الطوب مادة معتمة لا يصلح ملعقة معدنية مرآة ورق ألمونيوم يصلح يبقى الإجابة الصحيحة دال اللي هي ملعقة معدنية مرآة ورق ألمونيوم إن شاء الله الدرس القادم الإختبار الثاني على الامتحان المتوقع لشهر ديسمبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته